قال ماتيس شمالي مدير عمليات الأنروا في قطاع غزة إن هناك خوفاً من عدم بدء العام دراسي في المدارس التابعة للوكالة أغسطس القادم إذا لم يتم تغطية العجز المالي وأضف شمالي التصريحات للغد أن هناك خشية متوقف الخدمة التي يأتي تمويلها من برنامج مناشدات الطارئة والتي يغطي تمويلها فقط حتى نهاية الشهر القادم يمكننا ملاحظة وجود زخم إيجابي بمؤتمر نيويورك فقد أعلنت بعض الدول العضاء مثل بلجيكا والمملكة المتحدة عن مبالغ إضافية لهذا العام ونحن ننتظر الإفصاح عن المبالغ المحددة لكنني أعي أننا لم نحصل على كل ما نحتاجه ما زال هناك عجز نحن بحاجة إلى النظر إلى المستقبل من هذه اللحظة وحتى نهاية العام والعام المقبل ومن بين الأشياء الإيجابية في مؤتمر نيويورك قيام الحكومة السويدية والروسية بإعلان تبرعها لعدة أعوام من عام 2019 وهو أمر يضمن لنا توافر ميزانية